في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأصول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقات المصرية بورسعيد مع الفرقات الفرنسية لابروفنس بدأت فعليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار واجتمل تدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية التي تتمثل في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي وتنفيذ تمرين تشكيلة الإبحار بالإضافة إلى تمرين المواصلات الليلية وتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر حيث يعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي والاستفادة من القدرات السنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكل من الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والفرنسية